مرحبا أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج رموز واليوم رح نسلط الضوء على سيرة حياة شحرور كردستان تعالوا ويانا حتى نتعرف على هذه الشخصية الفريدة قويس آغا أو شحرور كردستان كما لقبه الكثيرين ولد عام 1889 في سهول لعشيرة الهركية الكثيرة الترحال بين شرقي وجنوبي كردستان والده أحمد بن جميل كان بالهركي ووالدته ليلى توفي والده وهو في العاشرة من عمره فعمل رعيا وعانى من الفقر والجوع وفي الثالث عشر من عمره فقد القدرة على النطق بشكل سليم جراء التأتأة والتلعثم لكن المذهل في الأمر أنه كان يتغلب على التأتأة والتلعثم عن طريق الغناء ففي الحياة العامة كان يعاني من صعوبة الكلام وعندما كانت حنجرته تصهل في فضاء الأغنية كان يبدو إنسانا سليما دون أي اضطراب في الكلام موسيقى وهذه العوامل المحيطة به على نفسيته وشعوره بالرومانسية والتعلق بمحيطه وإطلاق ما يكمن في داخله والتعبير بما يريد إيصاله للجمهور وقد يسأل المشاهد يا تورا لماذا لقبه بشحرور كردستان لقبه بشحرور كردستان لفراد صوته وإضافته العديد من المقامات والأغاني الفلكلورية النادرة للأغنية الكردية موسيقى تجول الفنان قويس في معظم كردستان وكان محبوبا لدى الجميع حيث أقام العديد من الحفلات والأمسيات في مناطق شغلاوة وبوتان وبهدنان وكردستان الشرقية وغيرها بدأ مشواره الفني في الأمسيات وديوان الأغوات تميز بغناء اللاوك وهي أغاني المقاومة والحرب تقلد اسم قويس آغا من قبل كرد بهدنان الذين كانوا ينعطون الأكبر عمرا بكاك وهذا مبدأ التقدير والاحترام وعندما تقلد ويس منصب الفن أصبح اسمه كاك ويس ومع مرور الأيام اختصر اسمه إلى قويس بينما أضيفت كلمة آغا إلى اسمه من قبل إحدى شركات التسجيل تكريما له أما ما يخص حياته الشخصية فقد تزوجه من أمينة محمود شريف وله منها الأبناء أحمد ومحمد وعبد الله وجميل كانت معظم نتاجاتي الفنية باللهجة الكرمنجية الشمالية التي تتميز بالأصالة والشعبية الواسعة لم يكن قويس مغنيا فقط بل كان شائرا مرموقا لطالما أطلق قصائده في مقاهي أربيل المعروفة لاحقا عام 1930 توجه إلى العاصمة العراقية بغداد حيث شركات بيزافون نايف ونعيم لرغبته في تسجيل كاسيت ومن ثم سجل عديد من الأغاني والمقامات في تسجيلات بيزافون ونايف والتقى بالشيخ محمود الحفيد مرارا وغنى لثورته في عام 1935 أقام حفلتي سمر بمقهى علي الشكاك في قضاء رانيا وحفلة أخرى في دار القائم مقام جلال صائب وتم تكريمه من قبل القائم مقام ووجهاء رانيا ومن أهم نشاطاته التي حصلنا عليها في القائمة من لاوك هي شيخ محمود وإسماعيل آغة، ثورة بارزان الثانية، مير بنجو، بابي بعبد الكريم، قلي خاشكاني، شارتر، ويونان، بابي سليك وغيرها يبلغ كل ما أنتجه قاويس آغة الفني تسجيل 43 كاسيت وأرشفت من خلال القسم الكردي في إذاعة بغداد وتكريما له أزدل الستار عن تمثاله في شقلاوة من قبل وزير الثقافة السابق في إقليم كردستان العراق فلك الدين كاكاي في منتصف شهر شباط 1936 وفي زيارة لقرية هرشم أصيب قاويس بوعكة صحية وهناك رحل عن وجه البسيطة ودفن فيها في ليلة ماطرة تاركا حنجرته في جعبة الذاكرة الكردية بكل قوة ليدفن جثمانه في مقبرة هرشم أعزاء المشاهدين حاولنا في هذه الحلقة نصلط الطوء على سيرة قاويس آغا شحرور كردستان أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم انتظرونا في حلقات أخرى تحياتي